السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أريد أن أحطر على التجربة الخاصة والشخصية مع سبيرولينا لقد أخذت سبيرولينا لقد أخذت سبيرولينا لقد أخذت سبيرولينا لقد أخذت سبيرولينا سبيرولينا كنت أول شيء لاحظت هو أن التساقط الشعر توقف لأن الشعر توقف لأن الشعر توقف لقد أخذت سبيرولينا تغيير وتحسن وعطيتني الطاقة مهما أصابت عنها لقد أخذتها لقد أخذ المنتجات الآخرين انا ماشي قامد اكنوا لي تيرد البل بزف ومنتجات ديكس اين تاناخدهم انا بعينيام غمضين ماشي كانت شرط انهم يعطيوني شي نتيجة ولا شي حاجة هنا المهمة المنتجات ديكس اين تاناخدهم كاملين ما كانت شرطش شي حاجة ولكن لاحظت واحدة مسألة وهذه مسألة ما رديت لها لبال حتى بديت تنقرأ على الملح من الهيمالايا ومن البيل فوائد ديالها انها كتنفع تصلب العضلات وتفكرت فعلا انه كان عندي انا مشكل ديال الكلاكاج من 2007 فاش كنت حاملة بولدي صغير كان كيوقع ليالكلاكاج في الناس الكلاكاج ديو حتتصلب في العضلات ديال الساق ذهي صغيب تكریب34 بتكون المعضل سكيب تكون واحد الليل الرهيب واختوكي يستمر غير بضع صغيره تواني قاصحuk shore سبحان الله مؤخرا ểu اكتشفت انه ما وقاش ما زال ياتلك الكلاكاج هذا ELM مشكل الثاني ان انا من ذلك النوع للناس اللي ديما تنصيون ديالي طائحة دائما غير ديك الى طلعتك تكون عشرة ديما ديك تسعود ديما ثمانية اه ما بقاش عندي هاد مشكلة لا تنصيون ديالي مزيانة واحد المسألة اخرى كان عندي واحد البرودة بنكثافي اه يعني من الفين وستة بداني هاد المشكلة وقت البرد را تنعاني تنعاني كتكون عندي واحد البرودة كتعطيني واحد الالم وخل بس اللي البست ورناه كلي كليت كتبقى عندي ديك ديك البرودة اه دوست عليها عشرة من الخطراء لأطباء والمنات هيقول لي ارا ما عندك والو ردك شي غير نفسي اه وكويت كويت انا كويت ودرت الحجامة والودك شي حتى عجب ما نفعدني فيه تبديت المنتجات ديالي اكس ان حتى هاد المشكلة المشاوى سبحان الله هادو مشاكل اه صحية ما رديتش ليهم البال اه حتى المؤخرا حتى المؤخرا عاد رديت البال والبالي هاد شي راه ما بقاش عندي اذا الحمد لله على نعمة ديكس ان